تسعى تجربة أكتاف الجديدة الممولة من مجلس الأبحاث الطبية في بريطانيا إلى تحديد فعالية لقاحات فيروس كورونا في مجموعات المرضى المعرضين للخطر سريريا كالمرضى المصابين بالسرطان والتهاب المفاصل وأمراض الكلا والكبد وأولئك الذين خضعوا لزراعة الخلايا الجذعية إذ قد تؤدي مثل هذه الحالات الطبية والعلاجات التي يتلقاها بعض المرضى إلى اضعاف جهاز المناعة وبالتالي التعرض لمضاعفات كورونا الخطرة ولهذا تم منحهم الأولوية لتلقي لقاح كورونا ومع ذلك يعتقد الباحثون أن الأدلة الحالية تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات الطبية قد لا يحصلون على الحماية المثلة والكافية من اللقاحات تعد الدراسة مشروعا بحثيا تعاونيا بين جامعات جلاسكو وبرمنغهام وأكسفرد وليفربول وأمبريال كوليج لندن ومستشفيات ليدز التعليمية وستنظر الدراسة في فعالية لقاحات كورونا المستخدمة في المملكة المتحدة في عام 2021 وتشمل خمسة آلاف شخص من هؤلاء المرضى وسيحدد الباحثون الاستجابة المناعية للمرضى باستخدام مجموعة متنوعة من الاختبارات المناعية الحديثة المتركزة على عينات الدم المأخوذة قبل تلقي اللقاح وبعده وستقارن النتائج بمجموعات المراقبة مع الأشخاص الأسحاء الذين تلقوا لقاحات كورونا المعميون الصحيون بحاجة إلى فهم ما إذا كان مرضى الأمراض المزمنة محميين بشكل جيد بعد التطعيم إذ سيساعد هذا في ضمان حصول الأشخاص الأكثر عرضة لخطر العدوى على أفضل حماية ممكنة